محادثة بين المغرب وألمانيا محورها تعزيز التعاون في قضايا سياسية واقتصادية وثقافية رئيسة ديبلوماسية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها مجهودا جادا وذا مصداقية وأساسا جيدا جدا للتوصل لحل مقبول من الأطراف وأعرب الوزيران عن موقفهم المشترك إزاء حصرية الأمم المتحدة في العملية السياسية مع تجديد تأكيدهما على دعم قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلاة وكانت مناسبة باش نعبر على ارتياحنا لموقف ألمانيا من قضية الصحراء المغربية احنا معا نشتغل لإيجاد حل في إطار الأمم المتحدة وندعم معا جهود المبعوث الشخصي الأمي العام استيفان ديمستورا والمغرب يريد حل لهذه القضية بتابعة الحال في إطار مبادرة الحكم الداتي التي قدمها المغرب في 2007 ونشتغل معا ديمستورا ومع الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي المفتاح الذي طال كثر من 40 سنة شراكة استراتيجية متينة بين برلين والرباط تشمل تقوية التعاون الثنائي في البنيات التحتية والطاقات المتجديدة إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة ومكافحة الإرهاب وحوارنا حول قضايا الهجرة يعني يسير في الطريق الصحيح ويأخذ بعين الاعتبار مقاربة ليست لا مع الهجرة ولا ضد الهجرة ولكن مقاربة عقلانية ومسؤولة لمعالجة قضايا الهجرة إذن فالتطور خلال هذه السنة كان تطور جد جد إيجابي ونحن مرتاحون لهذا التطور وبحل اللي قلت توجيهات جلالة المالك هي أن نذهب أبعد في علاقتنا مع ألمانيا في كل المجالات الصراحة المشترك اللي كان تفقنا عليه في السنة الماضية كي نص على مجموعة من التدابير اللي غادي نبدو فيها وبحل اللي قالت سيدة الوزيرة انطلاقا من السنة المقبلة نبدو في حوار سراتيجي اللي هو من الحوارات القليلة اللي عند المغرب مع دول أخرى وغيكون مناسبة باش نتبادل وجهة النظر حول القضايا التنائية وحول القضايا الإقليمية كذلك هنشتغلوا على مجالات جديدة اللي منها الطاقات المتجددة منها البنيات التحتية منها كذلك الانتقال الرقمي وكلها مجالات اللي يمكن لها تنضاف للمجالات التقليدية للتعاون بين بلدين الدينامية الجديدة في العلاقة المغربية الألمانية جاءت بفضل مسلسل المشاورات السياسية بين مسؤول البلدين وأصبح المغرب بفضل الشراكة الثنائية الوجهة الثانية لاستثمارة الألمانية في القارة الإفريقية وبفضل عنصري الثقة والاحترام المتبادل يعمل البلدان على مواصلة تقوية التعاون الثنائي في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر